موسيقى عن موضوع التشنج المهبلي وصعوبة العلاقة الزوجية وإزاي ده بيأثر على العلاقة الزوجية موضوع التشنج المهبلي ده للأسف بقى موضوع منتشر جدا يعني مشكلة وردية منتشرة جدا في ناس كتير مش عارفة توصل يعيني لحلول لدرجة ممكن توصل البيوت للانهيار يعني وللطلاء إن شاء الله احنا هنقدم لكم الحل في الحلقة بتاعتنا دي يريد كل المشاهدين بقى يركزوا معينا كده وإن شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة كده والاستقرار يعم إيه كل البيوت بتاعتنا إن شاء الله يعني إيه تشنج مهبلي ده بيبقى عبارة عن تشنج عضلي يعني إيه تشنج عضلي تقلص شديد في العضلات بتاعة المهبل وبتاعة حاجة اسمها البلفيك فلور ماصل اللي هي العضلات بتاعة قاع الحود تمام يبقى هو تشنج في عضلات المهبل وتشنج في عضلات الحود طيب أو عضلات قاع الحود وكمان العضلات الضمة بتاعة الحود فده بيعمل إيه بيمنع إنه يحصل علاقة في المحاولات بتاعة الزوج إن يحصل علاقة زوجية بيستحيل في حالات بيبقى مش بس صعوبة العلاقة الزوجية لا بيستحيل أصلا عمل علاقة زوجية الحود مقفول عضلات الرجل مقفولة من فوق العضلات الحود مقفولة معي متشنجة جدا رجليها بتترعش في بعض الأحيان استحالة يحصل عملية الجماع أو عملية الإليج أبدا لأن عضلات الحود وعضلة المهبل العضلة الأساسية اللي هي اسمها البيبوكسجاس مصل الاسم العالمي بتاع العضلة العضلة دي فيها تشنج عضل الطريق مقفول فهيحصل دخولي ازاي طبعا قطر المحاولات بيودينا للأسف لطريق مسدود أن الحالة النفسية بتاعتها وبتاعته بتسوق جدا والأمور بتبقى أشد تعقيدا تمام بينهم وبين بعض وهنشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي طيب إيه هي أنواع التشنج المهبلي التشنج المهبلي فيه منه نوعين نوع اسمه برايمري يعني أساسي يعني إيه برايمري يعني هي عندها تشنج مهبلي من دي وان من أول يوم جواز ما حصلش علاقة ومش هيحصل علاقة لأن العضلة زي ما قلنا فيها سيفيرس بازم تقلص شديد أو تشنج عضل شديد من شدة التقلص إحنا الإسم العليمي بتاع واجينيزمس أي التشنج المهبلي ما قالش التقلص المهبلي تمام الرايمري ده بيبقى موجود من الأساس عندها ممكن يكون لأسباب عضوية عندها تقلص العضلات ما هو عضلة المهبل يا جماعة وعضلة الحود الناس بس هي مش قادرة تفسر ما هي دي عضلة زي أي زي ما تسحي رقابتك واجعيكي عضلة حصل فيها تقلص فعايدي جدا أنه يحصل فيها تقلص ويبقى جديد لأنه هي كمان ما بيتمش اكتشاف المشكلة دي جرساعة تتجوز لأن العضلة بتاعت المهبل ما لهاش استخدام تاني فساعة ما بيحصلش اكتشاف لأنه مش قادرة بعد ما بنت بتتجوز تمام ده النوع البرايمري اللي هو بيبقى موجود من الأساس فيه نوع تاني اسمه ساكندري يعني يقول أنا حصلت أول يوم علاقة وبعد كده ما حصلش تاني وفيه ناس بيبقوا متجوزين مثلا بقى لهم سنين وبعد كده يحصل تشنج مهبلي ده ممكن يكون بسبب مثلا عمليات الولادة وخصوصا الولادة الطبعية والخياطة في المكان ده تعمل لها ألم فضية فيبدأ العضلات بتاعتها مع الوقت مع الإحساس بالألم مع الإحساس بالخوف تبدأ العضلات بتاعتها يحصل تشنج يبقى إذن التشنج المهبلي احتمال يعني زي موارد حدوثه في أول الزواج ممكن يحصل في أي مرحلة من مراحل الجوز بعد العمليات اللي بتبقى برضو في المهبل كل الحاجات دي ممكن تسبب مشكلة التشنج المهبلي طيب هنبدأ نشرح إيه هي أسبابه؟ يعني طب هو ده بيجي من إيه دكتورة؟ التشنج المهبلي من أسبابه ممكن على فترة يكون سببه يكون عضوي يعني عندها زي ما شرحنا في الأول تقلص في العضلات سبب عضوي عضلتها فيها قسر وفيها تقلص فدل عمل لنا المشكلة ممكن يكون نفسي سمعت حكايات كتير خافت قوي في أول الجواز طريقة التخويف الأسرة لأولادها من العلاقة الحميمية أو مش هنقول العلاقة الحميمية وما بيعودوا يخوفون من العلاقة الجنسية فيبدأ الموضوع يأثر ويمر عندها حاجز نفسي ساعة الطريقة دي لا احنا احنا بنعلم المفروض ان احنا بنعلمهم انه العلاقة الحميمية وعلاقة الزواج دي يعني العلاقة دي العلاقة الحميمية دي علاقة كويسة وعلاقة ممتعة وعلاقة حلوة بس احنا عندنا قيود شرعية وقيود دينية بتخلينا ان احنا نلتزم بيها وانه ده ما يحصلش جرئيه لما نتجوز لكن ما نعقتش الناس لدرجة ان الموضوع ده يعملهم برير بعد كده في حياتهم حاجز نفسي يبقى في حياتها تمام ده اللي احنا ايه هنشرحه دلوقتي ازاي نتعامل مع المشكلة دي يبقى هي دي الاسباب ما بين ان هي اسباب عضوية اصلا او اسباب نفسية طيب وزي ما شرحنا طبعا في النواة السكنري انه ممكن يكون عمليات حاجات زي كده تم فض جشاء البقارة بالقوة بطريقة يعني بطريقة يعني مش كويسة كل الحاجات دي ممكن تؤدي لتشنج مهبالي طيب خليني اشرح معيكم ايه هي المشاكل اللي بيتعرض لها الزوجين يعني عايزين نقول نقطة مهمة على فكرة كمان مش بس الزوجة اللي بيبقى عندها مشكلة الزوج كمان بيبقى مسكين في الموضوع ده وعنده مشكلة مع الوقت لانه العلاقة الحميمية بتبقى مع الاتنين مش بتبقى مع طرف واحد فالاتنين بيبقى عندهم مشكلة تمام وعلى فكرة الامر بيؤثر على الطرفين مش مش على طرف واحد طيب خلينا نقول هما الاتنين طبعا احتمالي يعينوا من نقص او فقدان للرغبة الجنسية يعني يحسوا ان الرغبة بتاعتهم مقلت ما بقيتش زي قبل الجواز او يعني خلاص مش عايز الموضوع ده وهي نفس القصة مش عايز الموضوع ده فيبدأ يبقى فيه ايه يعني مشكلة فان الرغبة الجنسية نفسها قلت عندهم في الاسرة طبعا عدم تاني حاجة ممكن تحصل عدم استقرار العلاقة الحميمية بين الزوجين هي دي حاجة ربنا محللها انه هي تهدي العلاقة اللي بين الزوجين وتقرب ما بينهم ده بيؤدي المشاكل في العلاقة الزوجية نفسها جو البيت متوتر بيتخنقه فيه عصبية فيه نرفازة فالدنيا تبقى معلوبة انا ليه بضيف المعلومة بتاعت العلاقة الأسرية بينهم نفسها بتتلخبط عشان فيه ناس بيقوا فاكرين احنا مش هننفعهم مع بعض لا انتو هتنفعهم مع بعض بسهي المشكلة دي مؤثرة على بقية الجوانب انتو مش حالتكو الطبعية انتو اللي اتنين مش حالتكو انت مش حاسس ان انت مستريح وهي مش حاسس ان هي مستريحة ومش حاسس ان هي يعني قامت بدورها كزوجة معيك وانت مش حاسس انك عملت العلاقة وعيش طبيعي زي بقية الناس فطبعا ده هيبقى مؤثر عليكو انتو اللي اتنين فان شاء الله بعد ما بتتحل المشكلة دي عشان كده انا بقولك الكلام ده ان شاء الله العلاقة بينكم بتستقر وتبقى كويسة جدا المشاكل طبعا اللي بيتعرض لها الزوج وخلينا نشرحها لان دي ساعات بتبقى سبب ان هي تدخلهم في دوامة ايه هي الدوامة اللي ممكن يدخلوا فيها الزوجين طبعا هو بيقفية تشنق مهجمالي وهي طبعا بعد ما حصل اول محاولة وتاني محاولة هي بدأت تخيف وبدأت تمنعه وبدأت تزوق بأيديها وبدأت تقفر رجليها وبدأت خلاص مفيش علاقة فبدا بيعمل حاجة اسمها توتر توتر نفسي في العلاقة الزوجية فده ممكن يخلي الزوج في بعض الاحيان يفقد انتصابه اسناء العلاقة فيبدأ ايه ايه ده الزوج بيفقد انتصابه يبقى فيه مشكلة في الانتصاب لا هو طلعا ما حصل انتصاب من الاول يبقى ان شاء الله خلاص مفيش مشكلة انت بتفقد انتصابك نتيجة الزق والشد والتوتر اللي حاصل يبقى هنا احنا ما بنتكلمش في مشكلة ضعف جنسي عند الزوج العلاقة انه يخلي الزوج يفقد انتصابه اسناء العلاقة دي من المشاكل ممكن يتعرض كمان لها الزوج اللي زوجته بتوعيني من التشنج المهبري في بعض الاحيان برضو ممكن يحصل معنا حاجة اسمها سرعة قصف يعني ايه سرعة قصف يحصل قصف سريع بسبب ايه انه هو الرجل يكون في حالة اثارة عريق مع طوط ورشدية فيلاقي نفسه يحصل سرعة قصف فهو يعني يدخل في سكت بقى انه مش نورمال وانه مش طبيعي ويفضله بقى في التراك ولف عند تخصصات مش هي دي لها تحل المشكلة وفي الاخر ما بيوصلوش لحاجة وبيكونوا ضيعوا وقت ده فيه ناس بيجري بعد ما يكونوا مش في اول الجواز ده بيجري بعد ما يكونوا يعني بقى لهم سنين في التراك الكبير ده تمام يبقى يبقى دي كل المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الزوجين اللي عندهم اللي فيه زوجة ساعتها عندها مشكلة التشنج المهبلي فيه مشكلة بقى كبيرة جدا نازم نتكلم عليها وإحنا بنشرح يعني ايه تشنج مهبلي صعوبة التشخيص وإيجاد العلاج المناسب بمعنى ايه نروح لمين طب نتصرف ازاي طب إحنا مش عارفين مين بيعالج المشكلة دي موضات اشنج عضلات فاهمني يعني يبقوا مش عارفين حتى يتوجهوا المين يروحوا لدكتور مين مين اللي هيعالج لنا المشكلة دي تمام فتبدأ معنا المشكلة دي تتفاقم والضيع يعني وقت وتحطهم هما الاتنين تحت سترس نفسي مش طبيعي وفي بعض الاوقات لو اتدخل الاهل في الموضوع المشاكل تكبر يعني خلاص يعني مفيش علاقة زوجية وبالتاني مفيش اولاد وكل حاجة بقى وقفة فطبعا المشكلة ان هما بيبدأوا يتوجهوا اول حاجة يعني بتيجي في بالهم ان هما يروحوا للتخصص مثلا دكتور امراض النساء او الدكاترة اللي هما بتوعي سيكسولوجي اللي هما بيعالجوا الامراض الجنسية هو ده مش مرض جنسي او مشكلة جنسية ده مشكلة في التشنك في العضلات فيروح لدكتور امراض النساء او لطبيب امراض النساء يقول له هو عنده حق بصراحة هو بس على الجهاز التنسلي للمرأة الاسليم فتنهال الاتهامات على المرأة في الوقت ده يعيني او على الزوجة انها بتدلع انتي بتدلعي انتي ما عندكيش حاجة الدكتور قالت او الدكتور قال ما عندكيش حاجة هي فعلا من ناحية النساء هي ما عندهاش حاجة جهاز التنسلي بتاعها سنيم طيب طبعا هي ساعتها طبعا هي بيجدوا صعوبة انه هما يعملوا صنوار مهبالي وانه يعملوا وانه هما بس بيقولك ان هي ايه لق دي خايفة لق دي بتدلع لق دي مش عارف ايه فيوقات دي التشخيص الغلط لتفاقهم المشكلة اكتر بين الزوجين ونسبب لهم في مشاكل اكبر بينهم وبين بعض يعني هو شايفة كمان يعني فوق المشاكل النفسية اللي هي بتمر بيها واللي هو يعني بيمر بيها كمان بتدلع لا هي مش بتدلع طبعا هي عندها مشكلة ومشكلة كبيرة وهي مش بيديها العضلة فيها تقلص الطريق مقفول فاستحالها هيحصل علاقة تمام فطبعا ده اول طريق يمشوا فيه غلط انهم يروحوا زي ما قلنا الدكتور سكسولوجي يدي نصايح يدي تمارين تمارين مش هتفيد خالص في حالات التشنج المهبين يقولهم يعملوا تمارين التمارين اصلا بتعمل عبرها عن انكباط وريلكسيشن في العضلات احنا مش عايزين نعمل انكباط في العضلات احنا عايزين نريلاكس عكس بقى احنا مش عادلة ضعيفة ومنقوية لا دي عضلة متقلصة احنا بنعمل لها الريلكسيشن فده بالأسف بيبقى برضو ايه بيبقى تخصص بايد حتى تخصص الامراض الجنسية الناس المتخصصة في الامراض ده مش تخصصهم برضو فالعيان يعيني بيقع في التراك او في المشكلة بتاعت ان هو يخرجه المشكلة ما تحلتش الا طبعا في بعض الاحيان فيه ناس بتبقى عارفة مين متخصص في علاج المشكلة اللي هو عندنا زي عندنا في المركز بتاعنا او في العيادة بتاعتنا اه فيه تخصص فالناس توجه العين وفيه ناس بيبقى ما عندهم شي ايه الخلفية دي فمن وجهة نظرهم اه الطبية برضو انه الجهاز التنسي سميمي بقى هي ما عندهش حيجة لا هي عندها حيجة بقى في تخصص تاني اسمها تشنج مهبالي عضلي ده تشنج يمنع حدوث علاقة زوجية يخلي العلاقة الزوجية دي تبقى مستحيلة انها تحصل تمام يبقى صعوبة التشخيص دي من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل المرضى دولا او القابلز دولا انا مش بسميها مرض اكتر من انها يعني مشكلة مشكلة مش عارفيني يعالجوها فين هو مرض بسيط جدا مش مرض عويس ولا حاجة وعلاجه بسيط بس المشكلة ان احنا نروح لمين ومين يعالجنا ونيجي المين يعني دي المشكلة وسكك بقى بيمشوا فيها طبعا جردت كاترة يقولوني احنا رحنا لشيوخ احنا افتقرنا مش عارفة ايه يعني يعيني الناس اللي بيبعندهم المشكلة دي حياتهم بتبقى متدمرة وبيمشوا سكك كتير وغلط وممكن يضيعهم مش بس شهور من عمرهم ده ممكن يضيع سنين وهم ماشيين في التراك ده وفيه ناس ما بتقدرش توصل للاسف لحل وبيتهم بيبوز وحياتهم بتبوز فان شاء الله يتلاقوا عندنا العلاج للمشكلة دي طيب خلينا نتكلم عن طرق العلاج الخاطئة ايه هي طرق العلاج الخاطئة في مشكلة التجنج المهبري ان دي حاجة مشهورة قوي قوي طيب ايه هي طرق العلاج الغلط اللي بتتوسف لبعض الناس من دابن المقترحات وطرق العلاج الغلط اللي هو يقول لك ايه احنا نحق ان العدلة دي خلاص هما اوكي اعترفوا وقالوا انه فيه تشنج مهبلي بس يقترح انه هو ايه ان احنا هنعملك بوتوكس تيجي يعني تعمل البوتوكس ولا الهوى يعني ولا فيه اي نتيجة ما احنا شرحنا في الاول راق العضلة البوتوكس ده عبارة عن مادة سمة المادة دي بتعمل ايه بتعمل شلل مؤقت خلينا نقول شرح دقيق بقى شرح علمي ده عبارة عن سم بيعمل شلل مؤقت في العضلة طيب يبقى ده معناه انه الميكانيزم اوف اكشن انه هو هيشل العضلة بتاعت المهبل خلوش شلينا العضلة بتاعت المهبل يعني وضعفنا عضلة المهبل تمام اول حاجة احنا اتفقنا ان المشكلة دي مشكلة في عضلات الحوض وعضلات المهبل فييجي الزوج يحاول يعمل علاقة مع زوجته يلاقي فيه مشكلة يلاقي انه مفيش علاقة بتحصل لان عضلات الحوض فيها تقلص فشد عضلة المهبل بالرغم انك عملت لها شلل مؤقت تمام فالمشكلة ما تحلتش ما حلناش المشكلة بالبوتوكس طب لوح يعمل الجلسات يبقى اصلا البوتوكس من الاساس ما هواش الحل الصح يبقى خلينا نقول ان البوتوكس ما هواش الحل الصح ليه طب ليه هو ما يقدرش يحقن او يعني او اي حد ما يقدرش يحقن عضلات الحوض هتتشل مش هتعرف تمشي لو حقن عضلات الحوض ما هو ده احنا قلنا اتفقنا انه انه دي يعني مادة سمع فلو هو وحقن عضلات الحوض هتتشل فهو كل اللي يقدر يحقنه عضلات الميبل او عضلة الميبل اللي هي بيبوكس جيس مصر لان هي مش بتستخدمها في المشي ولا حيج بس ما بنحلش المشكلة ان عضلات الحوض استيل فيها تقلص شديد جدا وبتفضل المشكلة زي ما هي يبقى احنا عملنا البوتوكس وما حلناش المشكلة يبقى ده يبقى ده من المقترحات العلاجية الخاطئة اللي بتتقال في مشكلة التشنج المهبالي يبقى اذا البوتوكس مش حل خلاص بالاضافة طبعا ان هو مادة سامة فطبعا بتفضلي فترة شهور مش صح ان احنا يحصل حمل فبنعمل تأخير تاني لموضوع الحمل الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوتوكس برضو الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوتوكس انه على المدى الطويل ممكن يحصل حاجة اسمها stress incontinence يعني ايه تيجي مع الولادة بقى ومع السن وكده وتيجي عيني تعتقص تقوح تلاقي نفسها ينزل منها نقطة بول ما هو احنا في وقت من الأوقات شلينا العضرة دي ورجع تشتغل التاني فده بيأثر عليها بيخليها تبقى ضعيفة ما تحسهاش في الأول لكن تحسها على المدى الطويل يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تقوح تعتص ينزل منها نقطة بول خلاص طيب دي من الحاجات الشائعة جدا اللي أنا سمعتها وشفتها في حالات التشنج المهبلية وما جابتش نتيجة وناس ضيعت وقت وأهضرت وقت وفلوس وكل حاجة عشان تحل المشكلة وفي الأخر ما تحلتش تاني حاجة من الحاجات الشائعة يقول لها هنعملك عملية توسيع فطبعا ندخل في مشكلة تانية اللي هي إيه بقى المشكلة التانية بعد ما عملنا عملية التوسيع طبعا إن هي الحجم أو الكنتور بتاعها ديق أو العضلات بتاعتها قوية والكنتور ديق دي ميزة فيها تمام دي ميزة بتزود الانتصاب عند الزوج أثناء العلاقة الزوجية وخصوصا كل ما الزوج بيكبر دي حاجة هتزود مع الانتصاب وتزود الإحساس بالمتعة في العلاقة الزوجية فتفقد الميزة دي وفي الآخر للأسف ما حلناش المشكلة طب ليه يا دكتور احنا وسعنا الدنيا ما هي المشكلة ما هي المشكلة مش في إن إحنا نوسع الدنيا إحنا المشكلة مش في إن إحنا هنوسع الدنيا لأ المشكلة في إن زي ما شرحنا إن العضلات هي اللي متشنجة يعني العضلات هي اللي فيها تقلص يبقى أنا ما عنديش مشكلة في الكنتور يبقى انا ارخي العضلة وحافظ على الكنتور بتاعها زي ما هي يبقى العلاج ان انا هرخي العضلة وحافظ على الكنتور تمام ده الحل هنكمل معيكو بقية العلاجات الخاطئة اللي يعيني الناس بيضيعوا وقت فيها بعد ان شاء الله هناخد فاصل ونرجع لكو تاني ورجع لكو تاني بعد الفاصل مشاهديني هنكمل بقى طرق العلاج الخاطئة في التشنج المهبلية احنا قلنا اول طريق غلط هنمشي فيه اللي هو طريق البوتوكس عشان احنا قلنا ان احنا بنشل عضلة المهبل بس عضلات الخود لسه متقلصة فالمشكلة بتاعتنا موجودة زي ما هي ما حلناش المشكلة تمام تاني مشكلة قلناها اللي هي العملية اللي هي بتاعت توسيع المهبل احنا قلنا نحي مش عايزين نوسع المهبل احنا عايزين نحافظ على الكنتور بتاع المهبل بالعكس زي ما هو ونرخي العضلات ونحافظ على الميزة اللي عند الزوجة دي مش عايزين نفقدها تمام يبقى اذا المشكلة دي ما بتحل يعني عملنا العملية المشكلة مش هتتحل هيجيلي العيانة تاني هتجيلي يا دكتور انا عملت عملية ومحصاش لان العضلات هي المتشنجة المشكلة مش في الكنتور مشكلة مش في الحجم بتاع يعني مش في الوسع بتاع المهبل او في الديء بتاع المهبل مشكلة ان العضلات هي المتشنجة فقفلة الطريق تالت حاجة برضو شفتها في العلاجات الخطأ اللي بتعطي تضيع علينا وقت كتير قوي على الفادي وما بتجيبش نتيجة خالص اللي هي ايه حاجة اسمها الديليتورز الديليتورز العلاج ده بياخد وقت كتير قوي وبيضيع مننا طايم فضية الزوج بقى او الزوجة يعني يفضلوا في المشكلة دي شهور بقى لحد ما يبقوا بقى لهم سنواتين ثلاثة يدوها حاجة اسمها ديليتورز يعني موسعات تتحط جوال ميبل بتبقى بمقاسات مختلفة يا جماعة ما هي لو هتقدر توصل للمقاس بتاع الزوج كانت دخلت زوجها على طول يعني فهي عندها مشكلة في العضلات فهي كده ما بتوصلش لآخر مقاس وكده كده ما بتتحلش الأزمة وبنكون ضيعنا وقت كتير قوي على الفاضي يبقى دي الثلاث حاجات الخاطئة البتوكس وعملية توسيع المهبل والحاجة الثالثة الديليتورز دي اللي هي استخدام الموسعات لا هي مش بتقدر في الآخر توصل وبيكتشفون هم ضيعوا وقت على الفاضي وبتفضل المشكلة موجودة زي ما هي للأسف طيب خلينا نقول ايه هو المطلوب من الزوج وايه المطلوب من الزوجة اللي عندها تشنج مهبلي عشان نتجاوز الأزمة دي المطلوب من الزوج في الأول نقوله لازم تفهم انه مراتك مش بتتدلع خالص خالص هي عندها مشكلة حقيقية ومشكلة مرضية ومشكلة عضوية بسيطة جدا ان شاء الله ونشرح لكم دلوقتي طريقة الحل بتاعتها وطريقة العلاج بتاعتها فانت المفروض تبقى صبورت ديها وتدعمها نفسيا وتقف جنبها لحد ما تحل المشكلة دي معيها مش تبقى ضدها يعني انا بقولك تفهم انها ما بتدلعش خالص خالص احنا طبعا مديناك كل العذر على الوقت والستريس اللي انت مريد بيه وكل حاجة بس هي طالما مش بيقديها يبقى خلاص يبقى احنا نساعدها ونقف جنبها ونحاول نحافظ يعني ايه على الحياة اللي بينا وعلى بيتنا تمام دي النصيحة اللي احنا دي نقدمها للزوج ان احنا الزوجة دي ما بتدلعش الزوجة دي عندها مشكلة هي عايزة العلاقة تحصل بس هي مش عارفة تعمل ايه عندها وجع وقلام فضيع وخوف لانها اتواجعت كذا مرة في الاول فمش قادرة تكمل العلاقة بالنسبة بقى للزوجة بنديها نصيحة دلوقتي الحمد لله في حل وفي علاج تمام وزوجك هيقف جنبك ومتفهم كل حاجة طيب بس خليني اقول ان التشنج المهبري ده مع مشكلة صغيرة قد كده مشكلة الخوف اللي بتتولد نتيجة ان هي ايه اتواجعت مرة اتنين تلاتة فخلاص بقت خايفة بتزق مش عايزة متوترة رفضة كل حاجة رفضة العلاق رفضة الزوج خايفة من كل حاجة طيب خلينا نقول ان الخوف ده يعني طبيعي ماشي انا خدت حقنا وجعتني لازم هخاف وده طبيعي جدا محدش يا ستي هيقدر يلومك في انك خايفة خلاص طيب بس خليني اقولك ان الخوف درجات يعني ايه الخوف درجات الخوف الطبيعي ان انا اخاف من حقنا وابقى خايفة اخدها ده طبيعي لاني جربت الحقنا دي وطلعت الدواء بتاعها تقيل جدا وبيوجع فطبيعي ان انا كل ما هيجي هاخدها هحس بخوف وفيه فقر ايه بقى الفوبيا ان انا اوصل الخوف بتاعي الحاجة اسمها الفوبيا اللي هو تدخلي بقى في تراك المرض النفسي فده يوصلك لإيه بقى الفوبيا دي هتوصلك لإيه ان انا عارفة ان الحقنا دي بتوجع وهرفد اخدها وهرفد اتعالج وهرفد اخف وهرفد اعمل علاقة بعد كده مع جوجي هرفد كل حاجة لا وبعدين الطريق بقى ده هيدخلنا في تراك لعلى جيل نفسي ومدة طويلة قوي وقد يكون وقد لا يكون لانه في الاخر اتخاذ القرار ان انا هحسم الموضوع ده هيبقى مني كنسي زي اللي داخل امتحان لو هو خاف خوف طبيعي هيسهر اكتر وهيعرف يعني هيهايبر شوية ان هو يخاف الخوف الطبيعي فهيخليه يسهر ويذاكر شوية لكن لو خاف اكتر من اللزوم مش هيحل ولا كلمة تمام فاحنا مش عايزين ان الخوف بتاعنا يخرج من الاطار بتاع الخوف الطبيعي للفوبيا حقك تخافي بس لازم تتحكمي في مشاعر الخوف اللي عندك دي عشان ما تتقلبش المشكلة نفسية تعوق العلاج دي الحاجة الوحيدة 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 بس اللي ممكن تعوق العلاج لكن غير كده ترامحنا متحكمين في نفسنا عايزين نتعالج سايبين نفسنا ان شاء الله يكون العلاج بتاعنا مضمون طيب السؤال بقى اللي فاضل هل العلاج مضمون وإيه هي طرق العلاج العلاج ان شاء الله بتاعنا مضمون ليه بقى أي علاج بتعمليه بيتاخد ليه إياس يبقى ان شاء الله مضمون تمام؟ ليه؟ لأنه بقى رقم بيئيس قبل وبعد احنا عندنا الجهاز اللي عندنا ده بيدينا بنعرف نقرأ بقوة انقباض المهبل إيه اللي هو قوة التشنق العضلي كانت قد إيه والارتخاء العضلي بقى قد إيه الجلسات عبارة عن تلات زيارات تمام؟ بنعمل جلستين في اليوم أول يوم كل مرة بنبدأ الجلسة الأولى بتبقى على الحوض في التلات مرات أول مرة دي بقى بيبقى عندنا فيها أكتر من هدف الهدف الأوليني أن احنا نتطمن أن العضلة اللي مقفولة في الأول ومنع الطريق دي بعد مراخينا الحوض أنه حصل دخول للبروب بتاعنا بسهولة تاني حاجة أن احنا ناخد قريتين على الجهاز يعني أي رقمين يقولون أنه فيه انقباض وفيه انبساط مش فارق معي الأرقام إيه هما في الأول بيتروحوا من ستين لاربعين بعد كده بنقل واحدة واحدة تاني مرة بنوصل لعشرين المرة اللي بعدها بنوصل لعشرة خلاص هي كده بقت العضلة اللي هي آخر مرة العضلة كده بقت في الطبيعي جدا جدا العضلة بتاعتها بنعلمكم الوضع اللي يحصل منه العلاقة الزوجية لأن مش كل الأوضاع بنقدر نبدأ بها حياتنا في التشنج المهبالي وبنعرفكم فترة التبويد لو احنا بنخطط لحم وان شاء الله ربنا يساعدكم كل سنة وانتو طيبين وفاصل هنطلعوا ونرجع لكم تاني نكمل بقية الحلقة مع دكتور أحمد اشتركوا في القناة